في حلقة سابقة في اخر كلام اتكلمت مع حضراتكم عن وثيقة استخباراتية صدرت عن وزارة الاستخبارات الاسرائيلية بتحكي عن اجتماع حصل يوم 13 اكتوبر في وزارة الاستخبارات الاسرائيلية وكانوا بيتكلموا عن خطة التهجيل ويمكن نقشت دمع حضراتكم من يومين وقعدنا التذكير بالحلقة اللي تكلمنا فيه عن الموضوع ده اول امس وزيرة الاستخبارات الاسرائيلية غيلا جيملا ايل نشرت مقال في جورزالين بوست والحقيقة هذه الوزيرة استخدمت عبارات عنصرية وصفت كل اهل غزة بانهم حماس ما اتكلمتش عن مدنيين وغير مدنيين كلمت ان الحل الوحيد هو التهجير دعت دعوة مباشرة وصريحة للتطهير العرقي المفترض ان وزيرة زي دي لما تقول تصريحات زي دي بتحاكم بتحاسب بتقدم للمحكمة الجنائية الدولية لان ده اعتراف صريح في مقال مكتوب يعني وهي في كامل قوها العقلية بان هي بتدعو للتهجير والتطهير العرقي لفئة من الناس لمصلحتها هي ولمصلحة اسرائيل وزيرة الاستخبارات الاسرائيلية نشوف مع بعض جزء من المقال اللي كتبته في جورزالين بوست مساعد تهجير لا تتوقف وزيرة اسرائيلية تدعو الى اعادة توطين سكان غزة بالمناسبة الوزيرة الغريبة دي دعت الدول العربية اللي سمتها اصدقاء فلسطين انه هما يا جماعة اصدقاء فلسطين اللي انتو بتقولوا ان انتو اصدقاء فلسطين فعلا ما تبقوا اصدقاء فلسطين بحقها يعني بجد ايوة يا ست الكل نعمل ايه؟ لا احنا تاخدوا اهالي غزة خدوم عندكم واستخدمت مصطلح لطيف جدا في بداية المقال مقولة لالبرت اينشتاين قالت فيها انه وسط كل كارثة كبيرة تظهر فرص عظيمة وقالت انه الكارثة اللي حصلت لوقتي في قطاع غزة واللي حصل في اسرائيل في سبع اكتوبر دي فرصة عظيمة جدا لينا ان احنا نخلص من غزة كلها ومن اهل غزة كلهم شيل يابني ارمي في مصر ولا في الدول العربية وخلاص وقال بتعاتب الدول العربية بطول انتو عمين تقول ان انتو اصدقاء فلسطين اصدقاء فلسطين طب ما تخليكو اصدقاء فلسطين بجد ايوة نعمل ايه ست جيلة خدوا الفلسطينين عندكم طب ناخدهم ليه قالت لان ده وين وين ستواشن بيزنس ستايل فاحنا كاسرائيل هنتبسط وهنعيش من غير غزة والصداع بتاعها والفلسطينين هيعيشوا في دول كويسة وانتو كدول صديقة لفلسطين هتبقوا اصدقاء فلسطين بجد فالجماعة اقتنعوا يعني ست جيلة جملائيل بصراحة جابت اتعيها يعني وقالت ان هي قدمت بروبوزل في الوزارة بتاعتها في الايام الاولى من الحرب الوثيقة اللي بحكي لحضراتكم عليها وانها بتدعو لتهجير الفلسطينيين دعوة الوزيرة الاسرائيلية لم تكن الاولى في الحقيقة الدعوات العنصرية للمسؤولين الاسرائيليين بالتطهير العرقي وارتكاب جرائم الحرب هو سياسة حاكمة للحكومة الاسرائيلية الحالية واليمين المتطرف برئاسة بن يمين نتنياهو تعالوا نفتكر مع بعض كده بعض الدعوات الاسرائيلية الرسمية للابادة الجماعية ضد الفلسطينيين شوف اسيد رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق الجنرال جيورا ايلاند قال غزة دولة نازية والمدنيون ليسوا ابرياء بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية قال الان ادعو لاعادة احتلال غزة واعادة المستوطنات الشيء الوحيد الذي يجب ادخاله الى غزة مئات الاطنان من متفجرات سلاح الجو لا غرام واحد من المساعدات الانسانية وزير التراث عميزاي الياهو قال القنبلة النووية هي احد السبل عايز اقف هنا شوية خلوا الصورة موجودة خلوا التصريحات دي قدام حضراتكم تخيل معايا ان الجنرال جيورا ايلاند مكتوب بدل منه سيرجي لافاروف وزير الخارجية الروسي تخيل معايا ان وزير التراث عميحاي الياهو مكتوب مكانه بيرجوزين قائد فاجنر قبل ما يتقتل تخيل معايا ان ابن غفير مكتوب مكانه فلاديمير بوتين الرئيس الروسي تخيل ان هذا الرجل الاسمر اللي لونه امحي وهذه الفتاة هي فتاة بيضاء شقراء وهذا الرجل رجل ابيض شايل بنته في شوارع كييف في اوكرانيا تخيل معايا ان المشاهد دي او التصريحات دي تصريحات روسية وان الدعوات الاسرائيلية مكانها ابرز الدعوات الروسية الرسمية كان الغرب هيكون رد فعله ايه كان بيرس مورجن هنا هيكون رد فعله ايه كان الصحافة والاعلام والسي ان ان وكل المرسلين مرسل الحرب وكل الجماعة الطيبين والغير طيبين دول رأيهم كان ايبقى ايه كان منشتات الجارديان والاندبندنت وكل الصحف اللي هنا كانت هتكتب ايه كانوا هيكتبوا عن البشاعة الروسية الاجرام الروسي يا جماعة ودوهم المحكمة الجنائية الدولية ازاي بتعملوا الكلام ده لا يمكن ان نقبل بهذه الجرائم على الهواء مباشرة مش ممكن نقبل بان يكون في جرائم روسية بالشكل ده حكموا المسؤولين دول كانت الجنائية الدولية هتطلع امر اعتقال لكل مسؤول تكلم بالتصريحات دي كان مجلس الامن هيكتمع كانت الامم المتحدة هتنعقد كان كل المؤسسات الحقوقية والدولية والغير دولية هتكتمع وهتصدر بيانات مش كده طيب لما مسؤولين اسرائيليين على الهواء مباشرة قالوا الكلام ده صوت وصورة تغريدات موثقة فيديوهات موثقة ليه ما فيش حد بتكلم اه ما قصد ضحية فلسطيني لان احنا بنحارب خمس فلما بنحارب خمس فخلاص ممكن نبيد الى اثنين وثلاثة مليون عادي اثنين وثلاثة من عشر مليون لانه خمس بتستخبى وراء السرير ووراء الستاير وفي جدول نبطشيات الدكاتر ولان خمس موجودة في انفاء الامار اي بتنفذ على النفأ بتاع خمس فخلاص طالما حضرتك بتحارب خمس فاطلع اعمل ابادة جماعية للشعب الفلسطيني كله محدش يقول لك حاجة لاسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد خمس خلاص احنا تعودنا يا جماعة يعني احنا تعودنا خلاص اللي حضرتك كنت شايفه على الشاشة دي جرائم 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 لا يدافع عنها الا مجرم طلعونا التصريحات تانية يا جماعة لا يدافع عن هذه التصريحات الا مجرم لانها تصريحات نتج عنها استشهاد اكتر من 11 الف منهم خمس تلاف وخمسمائة طف اصابة اكتر من 30 الف 70 في المية منهم من النساء والاطفال دي تصريحات مجرمة المفترض ان قالوها يتحكموا فورا لكن لن يقدم احد المحاكمة لان من قالها مسؤولين اسرائيليين بيتكلموا عن خمس وعن الاطفال الفلسطينية نكمل التصريحات الاسرائيلية هتلاقي بيتس لايل سموت ريتش وزير المالية الاسرائيلي قال ارحب بمبادرة الهجرة لعرب غزة الى دول العالم اينما وجدت المستوطنات لا يوجد ارهاب وزير الدفاع الاسرائيلي الاسبق افيدور ليبرمن قال ليس هناك اناس ابرياء في قطاع غزة المصيبة السودة بقى هي الاغنية الغريبة دي الاغنية الغريبة اللي هي في غضون عام سنفني الجميع وسنعود لحرث حقولنا الحب المقدس بالدم سوف يعود ليزدهر بيننا دي مقطع من اغنية اسرائيلية نشرتها هيئة البث الاسرائيلية كان وتدعو لقتل الاطفل يعني ده بلاغ لمن يهمه الامر في الامم المتحدة وفي المحكمة الجنائية الدولية هذه التصريحات انتهت الحرب او لم تنتهي طال امدها او قصر هذه التصريحات ان كنتم تحترمون القانون الدولي ان كنتم تريدون للعالم ان يحترم القانون الدولي ويحترم الجنائية الدولية ويحترم المواثيق الدولية فلتحاكم هؤلاء المجرمين اللي بيحملوا صفات رسمية إسرائيلية أو وزراء سابقين دول مجموعة من المجرمين المحرضين على الإبادة الجماعية على التطهير العرقي على جرائم الحرب على الهواء مباشرة وبالتالي لا يمكن بحال أن يتم قبول هذا الأمر لمجرد أن بيطلع متحدث رسمي باسم جيش الاحتلال يقول لك روايات كاذبة وينهيها أن احنا بنحارب خمس